بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في المحاضرة الثانية من شابتر البروجيك تايم مانجمينت كنا أخذنا في المحاضرة الأولى اثنين بروسيس البروسيس الأولى بلان سكيجول مانجمينت والثانية كانت الديفاني الاكتيبيتز وهنبدأ النهاردة في سيكونس اكتيبيتز سيكونس اكتيبيتز مقصود بها التسلسل والاعتمادية اعتمادية الأنشطة على بعضها كيف نبدأ العلاقات بين الأنشطة وبعضها المنزل عندنا سكيجول مانجمينت بلان اكتيبيتي لست اكتيبيتي أتريبيوتز مايل ستون لست الاولى كنا اخذناها في المحاضرة الأولى والثلاثة التانيين كنا اخذناهم اكتيبيتي لست و اكتيبيتي أتريبيوتز و مايل ستون لست في المحاضرة اللي بعدها وبعد كده بروجيك سكوب ستتمنت ده كان موجود معنا من السكوب وانتربرايز انفاريمنتال فاكتورز وورجنيزيشنال بروسيس اسيتس التولز والتكنيكس البيدي ام بريسيدانت دياجرامينج ميسود وديبندانسي ديترمينايشن تحديد الاعتمادية وليتس ولاكس نبدأ سريعا في ان احنا ناخدهم بريسيدانت دياجرامينج ميسود طريقة المخطط التتابعي مقصود بها اكتيبيتي اون ده نود في عندنا طريقتين طريقة اسمها اكتيبيتي اون ده نود طريقة اسمها اكتيبيتي اون ده ارو هناخد الاتنين بالتفصيل دلوقتي بس يعني قبل ما ناخدهم حابب ان انا اقول بس ايه انواع العلاقات العلاقات بين الانشطة بعضا وبعض في اربع انواع العلاقات Party Finish to Start Start to Start Finish to Finish Start to Finish Finish to Start معناها بينما mobility بالكامل المثال اللي موجود عندنا صب الخرصانة و عمليه المعالجة معالجة مش هتم جزئيا مع الخرصان لابد و لكن هناك ابدأ عملية المعالجة مع القبل اللي هي بعد و عدا المائضة المختلفة ستارت وستارت معناها ان انا اول ما ابدأ اللي نشط ده اقدر ابدأ النشاط اللي بعده. يعني النشاط اللي بعده ليست يبدأ غير لو الاولاني بدأ. مثلا حاجات اللي بتبع على التوازي. موجودة في المباني عندنا. المباني نفسها اللي هي اللي بعد ما بيبدأ في المباني اقدر سعيتها بعد ما عدت احد القطين بعد الجدران اقدر ان انا اعمل بتاعة الكهرباء موسيل الكهرباء. او العكس man لياسة ومواسيل الكهرباء برضو نفس الشيء بمجرد من بدأت انشطة مواسيل الكهرباء في الاوضة مثلا او في كذا مكان اقدر ان انا ساعتها ابدأ اللياسة بعديهم بحيث ان هي فتحت لي شغل لعمال اللياسة اللي هي المحاورة يعني دي كده ستارت وستارت فنش توفنش يعني مش هقدر اخلص النشاط التاني غير لما الاولاني يكون خلص النهاية معتمدة على النهاية لازم اكون خلصت الاولاني عشان اقدر اخلص التاني بس ممكن يكونو شغلين براليل لكن لازم التاني عشان يخلص يكون الاولاني خلص زي أعمال التسليم وعمال النظافة d excel them to execute مز designated you convention. وعايز اعمل يعني عمل نظافة للمبنى عشان ال الهند ofr فبالتالي ممكن يكونو شغلين براليل بس التسليم عشان النظافة تخلص مش هتقدر تخلص قبل ما التسليم يخلص لازم تستي you commissioning يكون كله خلاص. ممكن يكونوا مش شهين على التوازي البداية ما لهاش علاقة ببعض لكن النهاية مرتبطة ببعض والعلاقة الربع عندي Start to Finish Start to Finish معناها عشان أخلص النشاط الثاني لازم الأولاني يكون بدأ عشان أخلص الثاني عشان النهاية بتاعت الثاني تيجي لازم الأولاني يكون بدأ فبالتالي النهاية هي اللي معتمدة على البداية وده نشاط نادر بس يعني يقصد يقول ان فيه ايه Overlap في الموضوع زي مثلا تغيير Shift لما بيجي غير Shift الشفت الأولاني اللي شغال مثلا Night Shift شغال لغاية الساعة سبعة الصبح مثلا فعشان الشفت الأولاني ده يخلص ويمشي والناس تمشي الساعة سبعة الصبح لازم الشفت اللي بعديه يكون بدأ يكون بدأ مثلا الساعة ستة ونصف عشان يبقى فيه اه Overlap ما بينهم فيبدأ بعد كده ايه الأعمال يعني تفضل ان هي مستمرة ما يبقاش فيه قطع ما بينها فبالتالي لازم الشفت التالي يكون بدأ عشان اقدر اخلص الشفت الأولاني ممكن الاعتمادية دي ان هي تكون حاجة لازم ملزمة ماينفعش ان هي تتعامل غير كده زي الانشاء والتصميم انا عشان اعرف اعمل لازم اكون عمالة ديزاين للحاجة اللي عاملها فماينفعش أو معناها يعني طبعا للتأدير ينفع كده وينفع كده بس على حسب اه احتياجنا زي مثلا الموضوع ان انا عندي ادوار هل ابدأ في الدور التاني بعد الاول ولا اه ممكن اشتغل على التوازي ده مع ده فدي تعتبر تأديرية او اكسترنال اكسترنال يعني مفروض علي من حاجة من جهة خارجية او من اه عميل خارجي احيانا بيبقى فيه اتنين مقاولين مثلا والمقاول منتظر مقاول تاني عشان يخلص الشغل بتاعه فيدخل ان هو يشتغل عليه فده كده اكسترنال بالنسبة للمقاول مش للمشروع لكن لو بالنسبة للمشروع ككل موضوع الجهة الحكومية الجهة الحكومية مثلا بتقول لي لا لازم انت تعمل مثلا دروينجس معينة للفاير فايتنج عشان او الحريق يعني عشان الدفاع المدني يعتمدها فده يعني حاجة خارجية او مثلا الترخيص بتاع المباني لازم يكون فيه بيرمت او ترخيص للانشاء عشان تقدر تنشئ فده لازم قبل ده فده حاجة ايه بنسميها اكسترنال طيب اكتيبيتي ان ده نود ده مثال كده عندنا ليه موضوع اكتيبيتي ان ده نود لو نلاحظ في الشارك اللي عندنا عبارة عن انشطة انشطة متسلسلة ورا بعضها الانشطة A و B و C و D وما بينهم اسهم في طريقتين ان انا اكتب جوه الدايرة النشاط يبقى النشاط هو الدايرة وبعد كده السهم ده بيصل بالنشاطين او العكس ان السهم نفسه يبقى هو النشاط زي ما هتجي بعد شوية اكتيبيتي ان ده طيب نبدأ الاول باكتيبيتي ان ده نود كل مدة من مدد النشاط موجودة A مدته 2 B3 C5 D4 وعايزين نبدأ نحدد الازمينة النشاط A هيبدأ من صفر وينتهي لتنين بدايته سفر ويخلص اتنين سفر زياد اتنين اللي مدته يسوي اتنين فيه ناس بتشتغل بطريقة تانية بتقول هو بيبدأ واحد واحد زياد اتنين ناقص واحد يعني واحد زياد اتنين سوي تلاتة ناقص واحد يبقى اتنين ما فيش دعين احنا نعقد نفسينا في الطريقة التانية خلينا في الطريقة السهلة اول نشاط بيبدأ صفر ومدته اتنين صفر زياد اتنين سوي اتنين طيب بي تلما ايه خلص وهي بي بتبدأ بعد ايه يبقى يبدأ اتنين اتنين ومدته تلاتة خمسة يبقى بي يخلص خمسة سي هيبدأ بعد ايه ايه خلص اتنين تب اتنين وخمسة سبعة الدي مدته اربعة طيب بس هوا مرتمد عن اتنين بي و سي لازم البي تكون خلصت والسي تكون خلصت طيب البي بتخلص خمسة والسي بتخلص سبعة اخر واحدة فيهم سبعة يبقى سبعة ده يقدر يبدأ سبعة سبعة واربعة حداشر دا كده ايه طريقة الحساب بتاع يعني باس واحد او مشوار واحد هناخد بعد شوية المشوارين في بروسس تانية بس خلينا الاول نفهم الفرق بين الشبكتين دول اكتيبيتي اون دا نود واكتيبيتي اون دا ارو اكتيبيتي اون دا ارو بقى الموضوع العكس انا عشان اعمل نشاط النشاط بيبقى ما بين عقدتين ما بين اتنين نود برسم دا او ساهم ودايرة وهو دا كده النشاط ايه ومدته اتنين دا كده بيه مدته تلاتة برضو ساهم تاني فبالتالي اي اكتيبيتي عبارة عن ساهم مش عبارة عن بوينت او نود او دايرة النشاط التالت سي طيب دلوقتي انا عايز اعمل نشاط دي دي عشان اعمل ساهم واحد وياخد من الاتنين نود اللي هي بتاعت نهاية البي والنود اللي هي بتاعت نهاية سي لان دي معتمد على الاتنين دي معتمد على البي وعلى السي ازاي يعمل ساهم ياخد من الاتنين مرة واحدة طبعا في الارو دي بتبقى مشكلة لان لو في النود هاخد خلاص ساهمين من هنا ومن هنا يوصلوا للدي لهم الساهمين اللي موجودين عندي هنا وهنا لكن بالنسبة لدي تب هاخد ازاي ساهم كده للدي وهو الساهم اساسا اكتيبيتي لو عملت واحد كده دي خلاص يعني دي بقى معتمد بس على البي لان عايزه كمان يبقى معتمد على السي الحل ان انا اعمل نشاط ضمي نشاط الضمي اللي هو الساهم المتقطع ده ده نشاط واهمي هو مش نشاط مدته زير وماروش مدة بس الفعل ان انا عايز اقول ان عشان دي يشتغل لازم تكون بي خلصت وسي خلصت وعشان اعالج المشكلة اللي احنا شايفينا فعملنا الساهم المتقطع ده وسميناه نشاط ضمي طيب الدي عندنا كده بتساوي اربعة وطريقة حساب بقى المدد اللي ايه تخلص اتنين البي اتنين وثلاثة يبقى خمسة السي اتنين وخمسة سبعة بس السبعة دي اقدر اكتبها الاتنين وثلاثة خمسة ما اقدرش اكتب خمسة هنا على الدائرة دي ليه لان هي جايلها ساهم من هنا اللي هو السبعة فبالتالي سبعة اكبر ولا خمسة لا السبعة اكبر يبقى دي هتخلص النوت دي هتخلص في سبعة سبعة واربعة حداشر دمام ده الفرق ما بين الاتنين طيب اكتيبيتي ليدز واللاجز الليدز واللاجز عبارة عن ازمنة لما باجي اقول فينش توستارت مع لاج يوم فينش توستارت معنى النشاط الاول يخلص وبعدين التاني يبدأ بس فيه لاج ما بينهم يوم او يومين لو قلنا في لاج يومين يعني التاني ما يقدرش يبدأ غير بعد يومين من انتهاء الاول يعني يخلص الاول ويعدي يومين وبعد كده اقدر ابدأ التاني ده اسمه لاج فترة انتظار فترة تأخير اما الليد عكسه فترة تعجيل تعجيل معنى ايه لو قلت فيه ليد ما بين النشاطين عبارة عن اتنين بتتسمى لاج ماينس تو او ليد اتنين هي هي يعني لاج بس ماينس اتنين او ليد باتنين ده معنى ان النشاط الاولاني يخلص يخلص وقبل ما يخلص بيومين يقدر النشاط اللي بعديه انه هو يبدأ فبالتالي بقى اللاج بس بالعكس بدل ما اللاج فترة توقف فترة انتظار ما بين النشاطين لا بقى اللاج بالماينس بقى اسمه ليد فبقى فترة تعجيل بعد ما النشاط الاولاني يخلص لا مش بعد بقى قبل ما يخلص بيومين ممكن النشاط التالي له انه هو يبدأ ده الفرق بين الليد واللاج سكتجول نتورك ده جرام هو الاوتبوت الرئيسي للبروسيس ديت خلينا نحاول نجيب شكل كده له وده احد الفيديوهات بيبين شكل النتورك على البرمافيرا هتلاقوه موجود على الشانل بتاعتي ده بيبين اننا في اكتيفتي هو وراء اكتيفتي تاني وهكذا والعلاقات ما بينهم شكلها ازاي العلاقة دي واضح ان هي فنش تو فنش والعلاقة دي فنش تو ستارت وكذا البرنامج بيقدر ان هو يحدد لي العلاقات ما بين الانشطة وبعدها واكتب اللاج كمان بس هنا لو لاحزنا كان كتب لاج بس لانه يعني البرنامج بيعتبر ان لو اللاج بالمينس هو ده الليد طلع لنا في البريمافيرا اللاج بالمينس ده معناه لو هو بالمينس يبقى ليد لو هو بالبوزيتو يبقى لاج وخلينا نجري شوية في الفيديو ده كده شكل لالنتورك دياجرام العلاقات ما بين الانشطة وبعدها البعض واقدر ازهيرها على اي ليفل من دابلو بي اس وكذا يبقى لسكاتجول نتورك دياجرام بيوضح لنا العلاقات ما بين الانشطة كتب لي بعد اضافت المدد الزمنية سوف يتضح بالشبكة المسار الحرج المشروع يعني لو انا حطيت الازمينة نفسها وبدأت ان انا اعمل كالكوليت للسكاتجول او للنتورك زي مثلا كان في اللي فاته دي اقدر انا اعرف المسار الحرج فين لشك ان المسار الحرج هنا كان من اي لبي ومن بي لدي ولا العكس لا العكس من اي لسي سوري ومن سي لدي لان هنا دي البي المفروض ان هي مدتها تلات يام فتقدر تخلص خمسة بس الدي دي مش هتبدأ غير في سبعة فبالتالي بي عندها يومين يعني ايه يعني الاي للسي الاي مدتها يومين وبعدها السي خمسة اتنين وخمسة سبعة طيب الاي بي اتنين وتلاتة خمسة فبالتالي البي دي هتبدأ بعد ما الاي يخلص ومعها الخمسة اللي شغل فيهم السي بس هي مدتها تلاتة بس خلاص ممكن تبدأ بدري وتخلص بدري وتفضل يومين لو ما الخمسة ناس التلاتة دول او ان هي تبدأ متأخر يومين شوية وتخلص في المعاد بتاع سبعة مع سي وكذا فبالتالي بقى المسار الحرج عندي ايه سي دي فبالتالي النتورك ديت بتبين لي المسار الحرج لو رسمنا النتورك نفسها على سكيل بتسمى تايم سكيلد سكاجول نتورك دياجرام تايم سكيلد سكاجول نتورك دياجرام طيب الفوائد بتاعت الشبكة الرئيسية ان هي بتوضح الديبندانسي بتوضح الاعتمادية والورك فلو سير العمل دي من الحاجات المهمة جدا اللي بتفرق ما بينها وما بين حاجات تانية كتير ان هي بتوضح الاعتمادية بتيجي في الاسئلة باستمرار ايدنفى ايدينفى ايبورتونيتي ستو كومبريس دي سكيجول بقدر ان انا بقى شايف بقى المسارات كده على الطبيعة ده ما صار وده ما صار تاني طيب اقدر اضغط فين لان ما ماجيش اضغط في اللي هو اللي مش حرج وتوقع ان البرنامج هيقل مدته لانا لازم اضغط في اللي حرج لانه ده اللي حاكم لزمن المشروع البروس اللي بعد كده استمت اكتيبيتي ريسورسز تقدير موارد الانشطة طيب انا عندي في الشابتر ده في اتنين استيميشن عمليتين الاستيميشن واحدة ان انا بقدر الرسورسز واحدة بقدر الديوريشن بقدر الرسورسز الاول وبناء على الرسورسز المتوفرة ببدأ ان انا اقدر الديوريشن طيب الانبوتس كلها اخدناها ممكن بس معدل الرسورسز والأكتيبيتي كوست استيميتز اكتيبيتي كوست استيميتز هتيجي في الشابتر بتاع الكوستن التولز والتيكنيكس الأكسبرت جوجمينت اليابتوريشن الطريق تحليل بدائل ببليش تستمييتيين داتا الدياة المنشورة خاصة بالاستميتيين اللي انا اقدر اجابها من المواقع او المجلات العلمية او كده اا بوتم اب استميتين جو عملية البوتو ماب استميتيشن ان انا بستميت من تحت الفوق او بعمل ببيك داون اكتر بروشيك مناج مند سوفتوير والأوتبوت الرئيسي عندنا Activity Resource Requirements هو ده اللي انا عايزه من البروزيس دي ان انا عايزي بقى عندي requirement لكل resources من المانباور محتاج اديه المعدات محتاج اديه الماتيريال كل متيريال محتاج اديه resource breakdown structure هيكل الشجري للresources project documents updates طيب نبدأ في الاتمز اللي احنا قلناها resource calendar زي ما قلنا من ضمن ال inputs بتاعت البروزيس دي انا محتاج عشان اقول انا عايز استخدم ال resource الفلاني وليكن مثلا احد المهندسين انا عايز استخدمه في ال project بتاعي طيب لازم ارجع ليه ال calendar بتاعته هو متوفر على المشروع ده من امتى الامتى والمشروع التاني من امتى الامتى وابدأ اعرف هو يعني resource ده موجود في اني مكان طبقا ليه ال calendar بتاعته نفس الشيء المعدات لو انا عندي معدة وينش مثلا الوينش ده موجود له زي calendar او سجل موجود في الشركة بيقول ان الوينش ده مشغول في اليوم الفلاني للفلاني موجود في الحتة الفلانية وابدأ انا برضو اضيفه للمشروع بتاعه لما هضيفه للمشروع في الوقت الفاضي بتاعه هحجز الوقت ده من ال time calendar بتاعت الوينش ده طيب alternative analysis كنا اتكلمنا عنها قبل كده بس هنا تفصيل شوية يقصد يقول ان انا بحاول ان انا قارن ما بين resources المختلفة اقارن من عدة جهات هل اول موضوع capability وال skills انا محتاج capability ايه بشكل ايه هل محتاج مهندس للدزاين ولا مهندس للتنفيذ انا محتاج واحد مثلا في الدزاين له خبرة في ال structure work ولا هيعمل بس shop drawing وquant surveying او حاصر كميات وكذا نفس الشيء لو معدة انا محتاج معدة مثلا للردم المعدة دي بت هراس مثلا عشان يعمل دك هراس يداوي كده او كبير على شكل او كبير على شكل ويمشي به زي بتاع الطرق فبالتالي بابدأ ان انا ايه اقارن ما بين ال items المختلفة different size or type of machine برضو هي يطبق عليها المثال make or buy decision هل اعمل الشغل ده بنفسي ولا اشتريه اشتريه مش شرط ان انا بروح لبيع مثلا او محل واشتريه لا ممكن انا ان انا اجيب subcontractor ده كاني باشتري ال job كاني بعمل لها buy يعني عملية ان انا اجيب subcontractor مثلا يعمل لي اعمال خرصان المسلحة انا كده ما عملتاش من خلال العمالة بتاعتي ده كده لو عملتها من خلال العمالة بتاعتي بقى make ان انا بعمل لها make بنفسي لكن buy ان انا بشتريها ان انا بهاير شخص انا بهاير subcontractor بعين subcontractor انه هو يقدي لي ال job دي فده برضه تحليل للبداء الموجودة اعمل ده ولا اعمل ده طيب طول التكنيك اللي بعد كده bottom up estimation كنا لما اتكلمنا عن WBS قلنا انه هو top down effort يعني بعمله من فوق لتحت لكن ال estimation الدقيقة دائما تبقى bottom up estimation معناه ان انا مباجيش مثلا على المشروع اقول ده محتاج 1000 manpower 1000 عامل لكن لا بقول كل نشاط محتاجة ده وابدا اعمل roll up على مستوى اول level في ال WBS مثلا اقول الخرصانات بالتالي كلها محتاجة ده اجمع خرصانات مع ايتم الثانية زي التشطيبات والمباني وابدا اعمل roll up واقول مبنى محتاجة ده واجمع مبنى مع مبنى لو ايتمعرف المشروع بالكامل محتاجة ده طيب هنا ذكرها ليه bottom up estimation هنا كان عايز يقول لو انا مش عارف اعمل estimation لحد الانشطة اعمل بريك داون اكسره شوية كده فعشان ان انا احلل له الانشطة تانية يعني مثلا اعيز اقول الخرصان المسلعة تاخد كام تاخد كام manpower انا مش عارف طيب ابدأ اكسرها شوية ممكن اقول فيه نجارة واحدادة وصب معالجة طيب ابدأ اكسر واعرف estimation بتاع كل نشاط فيهم التفكيك لا اجزاء اكسر تفصيلا ثم تقدير الاحتياجات من الموارد ثم تجميع الاحتياجات aggregation او roll up طيب الاوتبوت الرئيسي عندنا هو متطلبات موارد النشاط activity resource requirements انا عايز من كل نشاط resources اد ايه نوعها ايه وكذا resource breakdown structure Work breakdown structure resource breakdown structure ابارة عن هيكل تجزئة الموارد هيكل هرمي مثل WBS بالضبط ولكن WBS كان على الwork لكن هذا على resources الموارد وده مثلا احد الاشكال resource breakdown structure شايفين عندنا البروجيكت متقسم في personal equipment افراد ومعدات في ال equipment تكتب حاجات مثلا servers او client printers ومقسم بقى ال printers في laser printer impact printers وكذا نجع على ال personal في منهم مثلا project manager اناليست محلين programmers ومقسم ال programmers برضو system programmers و application programmers وهكذا وهو تقسيم هيكل هرمي ال resources الى نوتس اعباره عن ملاحظات كلها متخدمة من شكل الاسئلة و النظام الاسئلة بتفيد جدا في الراية الموضوع اول ملحوظة منهم الاسم 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 او قوي الاسم والمعادلة من موقع على الانترنت ولا من صديق لي ولا من اي تانية ما بتبقاش دقيقة بشكل كبير زي لو كانت انا واخدها من المشاريع السابقة بتاعتي فلازم ان انا مع كل مشروع ابدأ ان انا احسب ريسورس الريتس بتاعيتها قدية والمعادلات قدية وابدأ ان انا استعين بدا في التأديرات للمشروعات القادمة موديل المشروع المفروض ان هو يعني لما يتقلو خد الاتنين اكسكافيتور دول المشروع هم دول هيكفوك ما ينفعش ان هو يقول لهم طيب حاضر اوكي شكرا لا المفروض ان هو يعمل ويقول انا عايز قد ايه واللي انتو عطي نهوري ده كافي ولا غير كافي لازم يكون له قرار ممكن انا قليلها بتقليل المخاطر يعني مثلا لو انا عندي احد العناصر زي الحديد مسلا سعره ممكن يغلى فبالتالي انا الان لو غلي مسلا انا هابدأ استنى لوقت ما السعر ينزل فهزود فيه طيب عشان اقل الموضوع ده اتفقت مع موارد الحديد وعطيته فلوس بازياد مثلا او بسعر الحديد ربطت السعر معا من دلوقتي وخلاص ضمنت ان الباكتج بتاعتي او الديليفري بتاعي هيوصلني في الموعد فخلاص مش هيعمل باقي زيادة للتقديرات يعني مش بقى بزود في التقدير نفسه فتقليل المخاطر اللي شك ان هو بيقلل الستيميشن والعكس بالعكس برضو يعني زي ما نعرفها في الشابتر بتاع الريسك مدير المشروع طالما اتفق على معينة المفروض ان هو مسؤول عن انه يحققها يعني قد يكون يعجز انه يحققها او لكن هو مسؤول عن انه يحققها دي بتبقى يعني من النقط التركات الاسئلة اللي بعد كده اسمت اكتيبيتي دوريشن ان انا عايز اعمل تقدير لمدد الانشطة الازمينه بتاعت كل نشاط الامبوتس كلها يعني اخدناها قبل كده معاة يمكن الريسك ريجيستر وهيجي في الشابتر بتاع الريسك طيب سريعا خلينا ندخل فيه التولز والتيكنيكس اللي عندنا اه انه مقصود بي ان انا بعمل تأدير لمدد بتاعت الانشطة مرة واحدة يعني بالتأدير كده بدون اي حسابات عبارة عن جسينج او تخمين بالخبرة او المعلومات السابقة طبعا ده بيستخدم لو انا يعني مش مطلوب عندي بيان دقيق لو انا الموضوع عايز بس او تقدير يعني تقديري مش 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 دقيق فممكن انا اعمل الكلام دوت اه باضطر ان انا في التكنيك ده او في الطريقة دي ان انا اه بعمل بادينج او حشو الحشو يقصد بي ان انا بزود من عندي يعني مسلا بقول ان النشاط ده محتاج عشر تيام طب اناقل الان شوية طب خليهم اتناشر خليهم تلاتاشر ده كده بادينج والبادينج بالمناسبة يعني او البروسيس دي كلها معظم التولز اللي فيها هنلاقيها موجودة برضو في الكوست لان انا في الكوست بعمل استيميشن فده بينطبق على التايم او بينطبق على التكاليف برضو البادينج بادينج معنا ان انا بزود من عندي اقول ان النشاط ده عشر تيام لا معلش خليهم اتناشر خليهم تلاتاشر عشان بقى متطمن يعني زيادة طبعا المفروض ان مدير المشروع ان هو يحافظ على المشروع من ان هو ما يبقاش فيه بادينج لان دي بتبوز في ازمينة المشروع وبتحط ازمينة بالزيادة لكن لو اضطرت ان انا استخدم يعني موضوع ده لازم ان انا سجله في لوج معين ويبقى مرتبط بموضوع ادارة المخاطر لازم ان هو يبقى مثبت عندي يعني او مسجل عشان بعد كده لو انا يعني لقيت له حل اقدر ان انا ساعتها احزف ده يبقى ممنهج ما يبقاش مدفون ان هو يعني مش مذكور او مش معروف لا لازم يبقى معلن ويبقى مسجل عشان لو عالكتو اعرف ان انا اشيله طيب البروس عندنا في التولزو التكنيك انالوجس استمت اللي هو التقدير التنظري يقصد به اننا من خلال البيانات السابقة للمشاريع اللي فاتت اقول مثلا احنا نفزنا المشروع ده في سنتين يبقى المشروع الجايدة هيتنفز في سنتين ده بالتقدير التنظري انالوجس استمت باستخدام بيانات من مشاريع سابقة سواء عملتوا بقى على المشروع بالكامل او على اكتيفتي من الاكتيفتيز اللي كانت نفزت في مشاريع سابقة طيب هو طبعا مش دقيق هو الاقل في الدقة يعني عشان كده بياخد وقت اقل وبياخد تكلفة قليلة لكن دقته ضعيفة الاكسامبل will use three days for activity duration because in the last two times it tooks three days عشان نفزنا النشاط ده قبل كده في ثلاثة ايام فبالتالي متوقع انه يتنفز في ثلاثة ايام التكنيك التاني parameter analysis ان انا اعمل تحليل او تقدير برامتري برامتري مقصود ان انا اربط الايتم اللي انا عايز اعمله estimation بايتم تاني باستخدام او formula معينة باستخدام علاقة يعني استنتج ال rate كان ادي ايه من الحاجات السابقة وبعد كده ابدأ استخدم ال rate ده زي كان اقيل لي مسلا الموضوع دهن ات بتاعة المتر مسطح ممكن تاخد ساعتين فبالتالي ابدأ ابني عليها ال rate بتاع ال quantity اللي عندي للمشروع الجديد او اقول مثلا ال design بياخد 15% من وقت المشروع فبالتالي بايت انا عامل زي equation كده اقدر من خلالها استنتج اللي جاي هيبقى اديه فبالتالي الفرق بين ال analogous والparametric ان الparametric باستنتج فيه برامتر معين بابني فيه formula او equation معتمدة على برامتر معين ال result بتاعة الميسود دي بتكون تقديرية او استرشادية وبتسمى rule of thumb او قاعدة الابهام يقصد بها ايه تقديرية التكنيك اللي بعد كده three point estimate. الثريبوينت بيكون من من الطرق الدقيقة اني بيكون عندي لتنفيذ النشاط ثلاث ازمنة زمن متفائل وزمن متشائم وزمن المعتاد الزمن المتفائل يقصد به أصغر زمن أقل زمن نفست فيه النشاط البرمزل برامز أوبتميستيك والبي زمن المتشائم يعني أكبر زمن نفست فيه الأكتيبيتي ده والأم المعتاد بالنسبة لي يعني كنت الأكثر حدوثا أو اللي هو بسميه المود الأكثر تكرارا في العمليات بتاعة الاستاتيستيكس طيب بناء على الثلاثة دول أقدر أحسب مدة النشاط بسميه expected activity duration لها فورمولة معينة لها P زائد 4M زائد O بجمع الثلاثة وأقسم الناتج على 6 دي بتبقى المدة المتوقعة طيب أنا ربطت كده ربط معين أو ربط موزون ووزنت الأولاني اللي هو الأبتميستيك بواحد والأخراني اللي هو الأبتميستيك بواحد ووزنت المست لايكلي بأربع أمثال كل واحد فيهم من الفورمولة دي بقدر برضه أطلع standard deviation للعملية دي الانحراف معياري بقول إن الحراف المعياري زي قانون مبسط كده الـ P nice O على 6 سودس فرق الـ Pessimistic ناقص الـ Optimistic وبقدر أجيب الـ Variance اللي هو مربع الانحراف المعياري طبعا القانونين يعني تحفظوا بسهولة P nice O على 6 والـ V اللي هو مربع الـ standard deviation لأنه ممكن بيجيب لي أسئلة عليهم الـ Range بتاع الزمن بتاع التنفيذ باجي أشوف المتوسط الموزون اللي أنا جبته اللي هو بالـ Formula B زي قانون 4M زي قو على 6 باجي أخذ ده وزود عليه standard deviation أو أنقص منه standard deviation ويبقى ده الـ Range بيبدأ من EAD ناقص standard deviation إلى EAD زائد standard deviation الـ Process اللي بعد كده Reserve Analysis الـ Reserve اللي هو الاحتياطي الـ Process دي دايما مرتبطة بالـ Risk Management تحليل المخاطر لأننا دايما في تحليل المخاطر لما بقى عندي أحد الـ Risk مثلا أحد المخاطر المتوقعة وعشان أبدأ أننا يعني للمخاطر ده أعمله response أعمله خطة معينة كـ Plan للاستجابة ببدأ أقول أن أنا هعمل كذا 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 طيب كذا كذا دي محتاجة Reserve معين محتاج احتياطي معين فببدأ أقول مثلا أن الاحتياطي ده عبارة عن رقب معين سواء بقى للتكاليف أو للـ Time طبعا في الـ Process بتاعتنا هنا بنتكلم عن الـ Time نفسها في الـ Process الخاصة بالتكاليف Connect Estimate Risk Management Process وبتربط الـ Estimation لـ Risk Management Process في نوعين من الـ Reserve ده فيه الـ Reserve الأولاني بسميه Contingency Reserve و النوع الثاني بسميه Management Reserve Contingency Reserve ده مسؤولية مدير المشروع هو اللي بيعمله بناء على تحليل المخاطر لما بيعمل تحليل المخاطر بيقول أنا محتاج أحط Reserve قد كذا ما بيبقاش عشوائي ما بيقولش مثلا 10% و خلاص لا، هو بيبقى عمل تحليل المخاطر والأنشطة معينة بيحط Reserve لها For remaining risks after planning risk responses فيه نوع تاني بقى اسمه Management Reserve ده مش بتاع مدير المشروع ده بتاع المانجمنت المانجمنت هو اللي مسؤول عنه المانجمنت بقى ممكن نهو يحطه كرقم 5% ليه؟ المخاطر الغير متوقعة يعني في الـ Contingency أنا في مخاطر معينة زي ما نعرف شابت الرزق عارف ان هي موجودة بس مش قادر عمل لها response فبالتالي أنا بحط لها Reserve أما المانجمنت مخاطر غير متوقعة وغير معروفة أنا ما درستهاش بس ممكن تيجي وأنا مش عارفها فحط مثلا ايه 5% ودي المانجمنت اللي بيحطوها وبتبقى بعيدة عن ايد مدير المشروع وبتبقى بعيدة عن تصرفه يعني مثلا نقول هنعمل مشروع بـ 20 مليون فـ 20 مليون كلهم في ايد مدير المشروع بيستهلك منهم لكن تيجي المانجمنت كده وتحط 5% منهم يعني مثلا تشيل مبلغ على جنب والمبلغ ده ما يعرفش مدير المشروع عنه عشان لو اتزنقنا ان احنا نزوده نفس الشيء ليه المدة احنا طبعا نتكلم على الـ duration بس هو الموضوع خاص بالـ 2 بأي estimation سواء لـ time او لـ duration يجي يقول مثلا مدير المشروع مدة المشروع سنتين طيب اوكي بس الـ top management عاملين في حسابهم انهو سنتين و 4 شهور مثلا حطين management reserve 4 شهور بس مش عالين لمدير المشروع عنهم ده للـ unforeseen risks وبكده يبقى خلصنا الـ process بتاعت الـ estimate activity duration فاضلنا اثنين process هناخدهم في المحاضرة الجاية ترجمة نانسي قنقر